في تطور جديد بدير الزور مديرية للمواصلات بعد سنين من التوقف اذ افتتحت قبل ايام مديرية المواصلات التابعة للادارة الذاتية في ريف دير الزور والهدف ضبط المواصلات وانهاء الفوضى انشاء المديرية في هذا التوقيت جاء عقب سلسلة من الشكاوى من سرقة للسيارات الى فوضى الاسعار وكذلك السيارة العمومية اذ تسعى المديرية لضبط المواصلات وتقييدها في سجلات رسمية نأخذ بيانات السيارة كامل نوعها ماركتها الصانع الطراز اللون تاريخ الصنوع رقم الشاصية همشي هو اللي يكون فيه تلعب نحاول نتأكد من الرقم اذا يكون صحيح ومطابق للأوراق كاميرا دير الزور 24 زارت المديرية ووقفت على طبيعة عملها اذ وضعت المديرية قوانين وضوابط لتسجيل المركبات في المنطقة تشمل براءة ذمة تخول صاحبها تقييدها باسمه وتأتي الخطوة لمنع السرقة والتأكد من تلك السيارات ومع هذه الاجراءات الجديدة تسعى المديرية لتقييد السيارات الاوروبية التي يملكها الاهالي وتلك قضية تحتاج الى ايصال جمركي للتأكد من السيارات المبسط من هذه الدائرة هو خدمة المواطنين بشكل عام فيتم التسجيل إن شاء الله بآلية عمل مبسطة وسهلة ما فيها تعقيدات ولا روتين يأتي المواطن يعني تقريبا يسجل له دور ثم يعقى رخصة مؤقتة لمدة ثلاث شهور وبعد الرخصة يأخذ رخصة لمدة سنتين طبعا يتم فحص الأوراق الثبوتية بشكل كامل ناجد تكميل الأوراق وبعدها يدخل الى لجنة الفحص لجنة الفحص التي تأكد من السيارة سواء كانت إدخال أوروبي أو سوريا أو في بعض المصطوحات الموجودة عندنا بالمنطقة وهي جديدة مثل سواء كانت العرعورية أو القصة فيتم التعامل معها بحسب الشروط الواجب في التوافر لدينا إذن مديرية للمواصلات بدير الزور مديرية تعمل وفق ظروف صعبة فألاف السيارات بلا قيود وتلك مهمة شاقة أمام عملها كما أن الخطة لا قد ترحيبا من الأهالي للحفاظ على أملاكهم فهل تنجح المديرية في إنهاء فوضى المركبات أم أن الواقع سيكون صعبا أمامها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر